السلام عليكم عبدالباس تصيبة من الناجي حين في مباراة 22 شبابة نبير 2019 اللي انتظمتها وزارة الشباب والرياضة هنا داك قطاع الشباب والرياضة اليوم خرجوا النتائج نهائية في ربعة في شهر عشرة يعني مع العشرة الليل تقريبا استدعاتنا الإدارة على أساس أننا نديروا تكوين لدام فترة ديال 12 يوم من 14 شهر عشرة إلى 25 شهر عشرة كان مقرر في البرنامج ديال تكوين أنه اليوم الأخير من تكوين غيكون التعيينات فإذا بنا أنه كنتفاجئوا أن الإدارة كنتخبرنا أن التعيينات ما غاداش تتم في ذلك اليوم الموجود في البرنامج لسبب هو أن الفحص الطبي ما زال مدرناش وهذا كان مبرر معقول في نظرنا إحنا مضافي الجدود كما سمتنا الإدارة كان تقبلنا هذا العضر هذا مشينا إلى أن تمت المنادات علينا من أجل إجراء الفحص الطبي واللي تم في 8 شهر 11 جينا دوزنا الفحص الطبي في رحاب الوزارة مشينا على أساس أنه يعني من بعد خرجوا النتائج ديال الفحص الطبي غي تصلوا بنا على التعيين فعلا تصلت بين الإدارة والشي كامل كيتم في الهاتف يعني من الفيكس ديال الوزارة تصلت بنا على أساس أن تعيين غيكون يوم جوج في شهر 12 جينا من إحنا نارات 95 واحد وأغلبية مشي ولا درباط هاللي من قلميم هاللي من الناظور هاللي من الحسيمة إلى أخير يعني من جميع بقع ديال المغرب جينا في ذلك الصباح مع التسعود قاتنا في الوزارة كانت سنة واحد الساعة جات مديرة ديال الموارد البشرية بكلمة مقتضبة في هاشي جوج في التقايق قلتنا كنا نعتادروا كان شي مشكل عندهم في الإدارة كنا نعتادروا تنعيطوا لكم وخرجت هذا السبب احنا جانا جانا نرتيبك بصراحة ومقبلناش هالطريقة باش تتعاملات معنا بقينتما تعودت رجعات تاني وقلت لنا بصريح العبارة قلت لنا دابا كان شي مشكل ولكن أرى الماكسيمو ونعيطوا لكم في الثلاثاش هتأخذوا التعيينات ديالكم ذاك اليوم ديال الثلاثاش احنا بداتك تخرج إشاعات أن الوراق يتصحوا أن المباراة ستلغى يعني احنا جمعنا واحد تلّا ديال الموظفين ومشينا بقنا نمشيه الوزارة على أساس تسرع هذه العملية ما كنشي تعيين كيدون كتر من ستين يوم ونحنا غادين طالعين جاي نهار الثلاثاش اللي كان الجمعة هذه الجمعة السوداء إضافة الخميس الأسواد كيخرج البلاغ المشؤوم الراكيك ديال وزارة الشباب والرياضة اللي كيقولك فيه أن المباراة ستلغى نظرا للضغوطات والشكوك والطوعون ضغوطات شكوك 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 الله أعلم يعني عن طريق شك كنبني وحقائق وكنهدموا حياة ديال عباد الله غير حين شكينا دست شهرين وعشر أيام بعد شكيتي يعني هاد شي خلينا نحنا كنفقدوا الثيقة في المؤسسات بصراحة العبارة كنفقدوا الثيقة في المؤسسات وفقدنا الثيقة حتى في الوجود ديالنا لدرجة أنا كنت كانت تحكب مع الزمالئ ديالي نقول يملا قالوا لكم ولي توزير ما تطيقوا وش تدخلوا لأنه يقدر يقول لك أنك نضحكوا معي هذا يعني يحز في النفوس ديالنا وخلف مآسي صراحة في النفوس أنت كنت موظفك كل شي كيقول لكم بروك رجعتك كيقول لكم بروك كتقول لهم علش مبروك هرسالين نرى لغا ذك شي يعني منطقيان ما كنت تقبلش إلا كان شي خطأ كنت تحملوا الإدارة حيث أنا مشي أنا الليدرت المباراة أنا دوزت بتاسبت واحد الحق ما عندكش الحق تحيدولي يعني المشكل الليدرتو هو دارتو الإدارة إلا كان إلا فتارد كان تحبسوا الإدارة يعني إحنا ما مسؤولينش علي وشكرا سلام عيماد باطميم من الموظفين ناجحين مباراة 22 سنبير بوزارة شفورياضة إحنا يعني من بعد ما تلاقينا الخبر ديال يعني من الموارد البشر ديال يعني تغيير موعد ديال تعيينات بقينا مستمر في بوزارة وخرجنا بقرار نهار الأول أن نحنا غادي نعتصمه إلى حين يتم الإفرج عن تعيينات وإعتصام يعني بشكل يومي يعني 24 ساعة إلى 24 ساعة يعني مع استدلعشية تدخل عنا الأمن يعني بترسانة دياله كاملة أن جمع راسك من هنا ممنوع أي واحد يعتصم وليبات فرباط يعني والأمر من يعني من الوزارة ومهم الأجهزة اللي كتدخل يعني كان ذاك الفعل كان نهار ثلاثة في شهر 12 بالضبط مع استدلعشية استطعنا أن ننكيف النظل ديالنا باش مقاو يوميا أننا نعتصمه من من العشرة تصباح للربعة عشية مشينا في هذا المعصر لمدة تمنياد الأسابيع واليوم يعني 51 يوم من فتح الاعتصام ديالنا بوابة الوزارة يعني ودرنا جميع الأشكال اللي ممكن ديروها في باب الوزارة مثلا درنا إضرب عن طعام هذا الأسبوع هذا مثلا نهار جمعا كان إضرب عن طعام إنداري كذلك يوم الاثنين تمن رفع دياله كان ديرو أشكال ديال الطنطنة يعني تعبيرا على الغضاب وإلا الاحتجاج ديالنا يعني تجاهد القرار لصدرات الوزارة أيضا يعني دباء كنفكروا أننا نعاودوا نرسلوا الوزارات يعني الوزارة الداخلية ومديرات الأمن الوطني باش أننا نعاودوا نفتا يعني نستأنفوا يعني إضرب عن طعام يوم الاثنين وأيضا أيضا نقرروا ما بيت ليلي يعني أمام بواطة الوزارة اسماء بردو موظفة جديدة نجحة في مباراة 20 شتنبير 2019 اللي قامت بها وزارة شباب الرياضة والثقافة قطاع شباب الرياضة كنا اجتسينا هاد المباراة هدي في عهد الوزير السابق الطالبي العالمي دوزنا يعني جميع المساطير اللي هو الكتابي تم الإعلان النتائج الشفاوي تم الإعلان النتائج اللي كتبقى لنا أننا دوزنا دورة كوينية والفحص طبي في عهد الوزير الحالي اللي هو حسن العميابة اللي قام بإصدار بلاغ اللي يعتبر بقرار إداري اللي جاء وأنه انتزع منا حق دينا اللي هو حق مكتسب اللي اكتسبنا بقوة القانون لأننا نحن موظف جدود ومر على القرار دي الإعلان نتائج دينا أكثر من ستين يوم كيجي البلاغ المشؤوم العبتي اللي كي يعني يسطو على الحقوق دينا المكتسبة واللي محصنة بقوة القانون اللي كيلغي بدريعة أن هناك ضغوطات داخلية وأنه مورست عليه مجموعة من يعني ضغوطات نتيجة شكايات الطعون اللي ما عرفناش مصادر ديالها شكايات كم عددوها معالم أنه نحن 935 واحد اللي دوزنا المباراة ونجحنا 95 شخص إلا كانت هذه الدعونات هذه تدفق 95 عائلة اللي انت شرتها ومنعتها من الوظيفة ديالها اللي كان مصدر رزق اللي أتعيش عليها هذه 95 أسرة لأن هذا القرار هذا ما تمرش فقط على الموظف الجدود بل على عائلتهم الأسر ديالهم اللي كان بالنسبة لهم هذا الشاب هذا أو الشاب اللي انجحت في المباراة طوق ناجات اللي هم يعني اللي تخرجهم من الفقر المجموعة ديال المشاكل الاجتماعية اللي كان يمناها الأسر المغربية ولكل كعرف يعني صعوبات العيش وكذلك أن تكلفات العيش اللي ولد صعبة وكبيرة بزاف كذلك أن هذا البلاغ هذا جاء يعني تتعلق مجموعة ديالأضرار سواء الشيماية والنفسية اقتصادية كذلك أن مجموعة من الموظفي الجدود اللي هما سمتهم يعني بين قوسين الوزارة بهذا الموظفي الجدود لأن هنا كما يدعي أن نحن من خلقنا هذا الإسم وهذا هو هذا الاسم هذا ما أعطّتنا لنا وزارة الشباب والرياضة وفي الموقع ديالأَضراررسمي كما قلت أن ها هناك يعني دغوطت اللي يتمارست علينا كانا الأسادة ساميرة بينا اللي هي مديرة الموارد البشرية طلبت مننا أن ننقدموا استقالات ديالنا يعني العمل ديالنا السابق مجموعة ديالناس اللي قدموا استقالات ديالنال من القطاع الخاص اللي هي قدموا استقالة ديالونو من القطاع العام هناك شابة معنا اللي كانت في وظيفة عمومية وأنها كانت ملزمة أنها تعطيه مبلغ مالي اللي هو كبير وكان أنه اتفاق مع الوزارة أنها تقطع هذا المبلغ هذا من الوظيفة دياله جديدة اللي بالقطاع وزارة شباب رياضة بالتالي من أن هذا الوزير هذا جاء ولغى النتائج وحرم هذا الشابة هذه من الوظيفة دياله بالتالي من أنها سيتم اقتطاع هذا المبلغ وبالتالي هنا دخلها في نزاعات قانونية أخرى مع قطعة أخر لتحمل مسؤوليته وزير حسن عبيبة وزير حسن عبيبة يقول بأن هناك خروقات أنا أتمنى لو أن لديه إتباتات وإذا ما كانت هناك خروقات ستكون لديه في قطاعه بين موظفيه لم نسمع عن إقالة شخص من منصبه أو إحالته إلى مجلس تأذيبي بل تم حرماننا نحن من حقنا المكتسب ووظيفتنا ونحن سنناضل وسنتابع نضالنا الذي سوف يكون لدينا مؤثمر صحفي ستكون في مجموعة من المتدخلين الحقوقيين وكذلك المحامين الذين ستكلموا على الموضوع ذينا والذين سيشرحوا أكثر الأمور القانونية به وغد يكون إن شاء الله يوم الجمعة بمقر جميع المغربية الحقوق الإنسان على الساعة الثالثة ندعو الجميع لحضور المعرفة أكثر بالأدرار التي تعرضنا لها وكذلك الغابة التي تعرضنا له مع العلم أن هناك أدان لم تتجاوب معنا جميع النقابات المتواجدة في القطاع رغم مرسلتهم وطلب مؤذرتهم لكن لم نلقى أي تجابة من أي نقابة تنتمي القطاع لا تنسوا الابناء وخلاشين وتأكتفوا الجرس لكي يوصلكم جديد فيديوهات بالترس وتبرتجوا مع أصحابكم